قبل بس ما أكمل مع حضراتكم هذا الكلام أولاً حوري أنا دايماً لما بطلع أتكلم مع جمهور الناد الأهلي لأن جمهور الناد الأهلي بيقتنع لما بيشوف بعينيه وبيسمع بودانه حاجة تقنعه طيب أنا حق نع حضرتك جمهور الأهلي طبعاً هو جمهور الأهلي مقتنع ولكن أنا حوري حضراتكم قد إيه الناس دي بتجدب؟ قد إيه الناس دي بتجدب؟ انا باوري لحضراتكم الوقت اللي ضايع اول تضيع وقت حصل في الست دقايق اللي تم احتسابهم فاول لفرقه شوف بقى عدنا فيه هد ايه الفاول ده عشان يتلعب لعبت الاهلي بتروح للحكم تقوله ايه الوقت يا كابت الوقت يا كابت انطار لغاية دلوقتي 35 ثانية هو والفاول لم يلعب بص لعبت الاهلي بيقوله الحكم ايه ادي 39 40 41 ها كمل او لعب بعد 40 ثانية ده التوقف التاني في الست دقايق كل ده بس انا باتكلم مع حضراتكم في الست دقايق فقط اللي تم احتسابهم وقت بدل ضايع 40 ثانية زي ما حضراتكم شوفتوا 40 ثانية او الواحد و40 ثانية دلوقتي دخلين في 20 ثانية اهو 20 ثانية تلعبت الكرة التوقف التالت كده يبقى دقيقة زيادة الحارس بتجيله الكرة اهو زي ما حضراتكم شايفين حتنقل الكرة دلوقتي اهو كرة واقفة كل ده حضراتك مفيش لعب اهو ادي 20 ثانية كمان تقريبا يعني اهو الحكم شافه بيضيع وقت اما تديله انذار دخلنا في 25 ثانية 30 ثانية انا بوري حضراتكم بس ادي كده دقيقة ونص ده التوقف الرابع اهو امام حضراتكم تفضلوا حمدي فتح المصاب او اللي اتخبط ام بسرعة وجري عايز يلعب عايز اكسب الحكم شاف ان اللاعب بتاع فارقه بيضيع وقت اما عامل ايه تفضل كمل ايه دي حضرتك كل الوقت الضيع يعني هنقول لحضراتكم هما ممكن اكتر من دقتين لكن اقول دقتين الهدف ما جاش في دقيقة 98 يا جماعة الناس بتكذب وخلاص بيقولوا اي كلام حتى ما بيعرفوش يبصوا في اللوحة بص في اللوحة ورينا اللوحة اللي هدف جي في دقيقة كام اهو مش انا اللي بقول برضو يا جماعة الكلام ده على فكر اقف بس لو سمحت وحطولي الطايمر طب انتوا حطنا ليه حطولنا الطايمر يا شباب انا باوري بس حضراتكم انا باوري جمهوري الاهلي الناس بس عملة تتكلم وخلاص اي كلام بيتقال لكن حد يتكلم بالمنطق وبالعقل على فكرة ساعتها حنستجيب وحنبتدي نتكلم بالعقل وبالمنطق برضو ما عندناش مشكلة بالمناسبة ارجع حضرتك للقناة اللي كانت بتزيع المباراة لغاية لما يجيبوها لنا احنا هنا هتلاقي هدف الاهلي جاي في الدقيقة 96 و20 ثانية مش 98 وده امر طبيعي على فكرة اثناء الوقت الضيع شوف الكرة وقفت قد ايه زي ما وريت حضراتكم على الاقل دقيقتين ولا انت ما بتشوفش الساعة يا جماعة الناس دي حفظة مش فاهمة انا جايلي سكريبت تتكلم فيه واقول فيه واحد اتنين ثلاثة حقوله مهما كان انت بتقولش لو طلعت بره سكريبت ده هعمل لك مشكلة اه ودانك لكن الحكام جامله الاهلي هو ده اللي وخلاص ماليش دعب ايه الحكام جامله الاهلي هو السكريبت جايلي كده وهقوله كده بص الحقيقة اهو معلش هتالي تاني بصوا حضراتكم فوق عالشمال ده من اون سبورت طبعا بصوا حضراتكم فوق عالشمال الاهلي بيلعب فاركو الاهلي بيلعب فاركو لأ هتلي من الاول ارجع وراء شوية برجاو لو سمحت لحظة احراز الهدف لحظة احراز الهدف هتقولي لحظة احراز الهدف الديئة ستة وتسعين اهو اقف لحظة احراز الهدف اقف هتخلي نشيل في دخل الجن يلا اقف بس بعد اذنك حضرتك شايف على اللوحة فوق كام ستة وتسعين وكام وستاشر ثانية مش وعشرين ثانية كمان انا اسف انا غلطت ستة وتسعين وستاشر ثانية تعالي ناس حافظة يا جماعة والله ما حدش فهم حاجة اضرب واطلع اقولك كلمتين وقولك اسكريبت وخلص وخلص لكن ان انت تتكلم كلام منطقي اقدر ارد عليك فيه لكن هو بس الكلام ايه اطلع اقول ان الاهلي بيتجامل واطلع اقول ان الهدف جيه في الديئة 98 واطلع اقول ان كان فيه درب الجزاء عشان كده بنجامل الاهلي هو الاسكريبت جيله كده يعينيه فلازم يقوله كده لكن انه يقول مثلا ان الاهلي عنده اخطاء فنية هو حر انه عايز يتكلم في هذا الامر هو حر ولكن تتكلم في حاجات واضحة وصريحة قدام العالم كله وقدام مصر كلها